هذه أبرز العنوين جاهزية العقد الجديد تسعد حاكيمي وباريس هل يتبخ روح الممدريد؟ مدرب القابون يتحدى المغرب بتصريح قوي قبل المواجهة طبيب الأهلي يكشف عن حالة إصابة أشرف داري وهذا ما قاله بقيادة المغرب ياسين بونو رقم قياسي للهلال السعودي أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة نادي باريسان جرمان الفرنسي لكرة القدم جهازت العرض الجديد الذي سيتم تقديمه للدولي المغربي أشرف حاكيمي لتمديد مقامه مع الفريق الباريسي لمواسم كروية إضافية حيث يرغب النادي الفرنسي في تحصين نجمه المغربي من أطماع الأندية التي تتربس بأبرزها ريال مدريد الإسباني وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في تدوينتنا عبر حسابه شخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس عقد أشرف حكيمي الجديد مع باريسان جرمان جاهز تقريباً النادي والمدرب سعداء جداً به وأكدت مصادر إعلامية أن الأسد الأطلسي اتفق مع إدارة باريسان جرمان على جميع التفاصيل العقد الجديد بما في ذلك مدته وأيضاً الراتب الجديد الذي سيتقضى وخاض حكيمي عشر مباريات هذا الموسم بين الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة وقد خاض مع المنتخب الوطني المغربي 81 مباراة دولية مسجلاً عشرة أهداف من جهته تحدث لويث إنريكي مدرب باريسان جرمان في الندوة الصحافية التي تسبق مباراة باريسان جرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي عن حضوض حكيمي في التتويج بالكرة الدهبية الإفريقية وقال المدرب الإسباني لكي أتمكن من تحديد ما إذا كان حكيمي يستحق التتويج بالكرة الدهبية الإفريقية يجب أن أعرف اللاعبين الآخرين المرشحين وأضف المدرب تصريحاته قائلاً لم أقابل ظهراً أيمن أفضل منه لكنني أكرر أنه لديه مجال كبير للتطور لا يزال لديه إمكانات كبيرة يكتشف نفسه كلاعب وكرجل يشار إلى أن مجموعة من الأندية الأوروبية كانت ترغب في التعاقد مع حكيمي أبرز هاري المدريد خاصة بعد إصابة داني كارفاخال قبل أن يدخل منشستر سيتي بدوره على خط نجم المغربي أعرب تيري ميوما مدرب منتخب القابون عن تفاؤله وعزمه رفقة فريقه على تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات القادمة وذلك قبل مواجهة المنتخب المغربي برسم الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرين وكتب ميوما في منشورين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إننا نبدأ شهرا وانبر بتصميم وطموح لمواجهة كل تحدي يأتي أمامنا وتابع أيضا في منشوره قائلا أود أن أعرب عن امتناني لكل واحد منكم أي جماهير الكابون على دعمكم الثابت تشجيعكم وثقتكم به تعطيني كل يوم القوة للذهاب إلى أبعاد نقطة هذا الشهر هو مرحلة جديدة ملئة بالتحديات والفرص نعمل رفقة الفريق بكل جهد من أجل تمتيل بلدنا بفخر على أرضية الملعب كل تدريب وكل جهد قمنا به هو برغبة منا لجعلكم فخورون ولتكريمي قميس الفهود ووصل في تدوينته المدرب قائلا معا دعونا نستمر في الإيمان بقدراتنا ونسعى جاهزين للتمييز والمضي قدما متحديين من أجل تحقيق أهدافنا شكرا لكم مرة أخرى على دعمكم معا كل شيء ممكن وسيستقبل المنتخب المغربي منتخب جابون يوما 15 نوانبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب على أرضية ملعب فرانسفيل بالجابون كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب نادي الأهلية المصري الحالة السحية للدولية المغربي أشرف داري قبل مواجهة سيراميا ككليو باترا برسم الجولة الأولى من الدورية المصرية الممتاز وقال الدكتور أحمد جاب الله للموقع الرسمي للنادي أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء الماضي وأطاف الطبيب تصريحاته قائلا الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم هي نفس مكانة الإصابة القدمة لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للعب للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة وجاء أيضا في تصريحاته الطبيب قائلا داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفاء والتأهيل للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية يشعر إلى أن نادي الأهلي سيستقبل اليوم السبت سيراميكا كليو باترا انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب على أرضية ملعب الإنتاج الحربي كتب الهلال تاريخا جديدا في الكرة السعودية بعد تعادله مع غريبه النصر في دور روشن للمحترفين بقيادة حارسه المغربي ياسين بونو ووصل الزعيم إلى المباراة رقم 56 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة حيث حقق خمسين انتصارا وتعادل في ست مباريات كان آخرها مع النصر وبات الهلال أول فريق في تاريخ الكرة السعودية يحقق هذا الرقم بعدما كسر الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الأهلي في 55 مباراة في الفترة ما بين 2014-2016 وتراجع آخر خسارة للهلال في مباراة محلية إلى هزيمته على يد العدالة بهدفين دون رد يوم الثالث والعشرين من مايو 2023 في الموسم في الجولة الثامنة والعشرين من الموسم 2022-2023 بالدوري السعودي للمحترفين